السلام عليكم في هذا الفيديو سأستعرض لكم حاسب محمول مخصص للألعاب مرعب جدا لمحبي 17.3 انش هذا الحاسب مقدم من قبل شركة MSI يعرف باسم GT 73 VR Titan Pro تنبيه مهم جدا راح يكون في نسخ من هذا الحاسب لكن هذه النسخة بالموديل الظاهر اللي أمامكم راح يعطيك المواصفات الظاهرة أمامكم وبكل تأكيد السعر راح يكون 12.919 رياسوري راح يعطيك اللي ينتبغى الكور i7 7820HK بسرعة تصل إلى 4.0 جيجا هيرتز عند 32 جيجا بايت DDR4 طبعا بسرعة تصل إلى 2400 ميجا هيرتز GTX 1080 GDDR5X طبعا بسعة 8 جيجا بايت راح تأخذ أيضا SSD من سامسونج بتقنية NVMe مع 1 تيرابايت بسرعة تصل إلى 7200 دورة بدقيقة راح تأخذ أيضا كيلر AC راح تأخذ بايتوت 4.1 وشايفين الثلاثة فاصة خمسة مليمتر أو القنوات الصوتية المقدمة من خلال هذا الحاسب راح يعطيك هاي فاي مع جودة جدا جدا ممتازة من ناحية جودة الصوت وأن الصوت راح يكون عالي من خلال سماعة الإذن أو سماعة الراس لا وبشرك إذا هذا الشيء ما يكفي راح تأخذ سماعات راح تأخذ سماعتين بقوة ثلاثة واط ومضخم صوتي بقوة خمسة واط لا زال عندك إمكانية أن تزيل الغطاء الموجود بأسفل الحاسب للوصول إلى إمكانية تحديث الحاسب من ناحية الساعة التخزينية وأيضا فيما يخص بالذاكرة الشوائية واللي على سبيل المثال تسمح لك أنه ترفع الساعة إلى 64 جيجا بايت فكل هذه المواصفات جدا مرعبة على حاسب محمول بهذا المقاس لكن لحظة لا تتحمس لا تتوقع أنه هذا الحاسب راح يكون بسماكة أقل أو بوزن أخف لا هذا الحاسب راح يعطيك 4 كيلو جرام للوزن والسماكة تبدأ من 24 ملي متر إلى 49 ملي متر يا رجل يكفي الباور سبلاي ما شاء الله 1.2 كيلو جرام فنعم هو حاسب محمول لكن من النوع اللي يستبدل الحاسب المكتبي الخاص فيك الحاسب يأتي بتصميم فريد من نوعه طابع MSI مع سلسلة Dragon اللي تعطيك شعار بتقنية LED على سبيل المثال كاميرا أمامية Full HD مساحة إطار الشاشة ممتازة والشاشة معتمة وهذا برضو شيء كويس الحاسب يأتي بغطاء مصنع من الألمنيوم والجهة السفلية سماكة ملحوظة للبلاستيك مروحتين بالجهة الخرفية بتصميم جميل جدا فكل هذا رح يكون ما بين اللون الأسود واللون الأحمر مساحة المسند مفصولة عن لوحة الفاتيح والتي تقدم لك محرك الجيل الثالث من SteelSeries بالإنارة LED ومنطقة للفارة مع زرين مستقلين مفاصلان أيضا زر الأيمن وزر الأيصر فعندك خيار أنك تكتب أو تلعب من خلال الحتماتيح ما رح تواجه مشكلة الاستجابة جدا جدا ممتازة وهذا نفس الشيء ينطبق على منطقة الفارة واللي أحسن تم صاحب في استخدام معرفات الويندوز وهذا الشيء يحسب لهم في الجهة اليمنى من الأعلى تلقى زر الطاقة فطبعا ما وجهت نفس المشكلة للحاسم المحمول واللي كان صعب شوي أو لازم تضغطه بشكل قوي المساحة كانت ممتازة ورح تلاحظ أنه في أزرار إضافية برضو هذه الأزرار تسمح لك ما بين التحكم بمحرك الخاص بلوحة المفاتيح وخيارات RGB أو مثلا تزود من قوة عمل المروحة على سبيل المثال أما فيما يخص بالمنافذ فأحسنت MSI في توزيع هذه المنافذ القنوات الصوتية قارئ للذاكرة خمسة منافذ لـ USB 3.0 Mini Display HDMI يقدر يعطيك 4K بسرعة تصل إلى 60Hz USB Type C 3.1 أيضا يدعم الثاندر بولت 3 وهذا يعني بإمكانك استخدام كرت شاشة خارجي هذا الحاسب أو تستخدم هذا الحاسب فيه بثمحته على شاشتين بدقة 4K ما عندك أي مشاكل طبعا الشاشة الخاصة بهذا الحاسب هي 17.3 شاشة معتمة 1080p TN G-Sync وهذه الشاشة يجي منها خيار للـ IPS مع نسب عالية جدا للألوان بما فيها بإمكانك شاشة 4K بتقنية IPS LCD ندخل معكم هي TN بخمسة أجزاء من الثانية فراح يكون فيه السلاسة التامة لما تلعب في بعض الألعاب شيء اللي ما عجبني في موضوع الشاشة هي زوايا الرؤية طبعا هذا الشيء معروف مع شاشات TN طبعا الشيء اللي لحظتها إنه الألوان إذا كانت من جهة أمام الحاسب رح تكون ممتازة والشيء اللي لحظت أنه مستوى الإضاءة الخاصة بالشاشة كان ممتاز جدا فما وجهت مشكلة من ناحية الإضاءة أما فيما يخص بالأداء الخاص بهذا الحاسب فمع هذه المواصفات أقدر ضمن لك إنه مهما كانت الألعاب اللي تلعب من خلال هذا الحاسب فما رح تواجه مشكلة لعبت من خلال شاشة الحاسب اللي كانت بدقة M20P لعبت من خلال المونيتر اللي كان بدقة 2K كلها ما واجهت مشكلة مع هذه الألعاب أقدر ضمن لك إنه تقدر تلعب ما بين الألعاب بدقة 2K إلى 4K ما بين إعدادات المتوسطة وإلى الإعدادات العالية حسب كل ليبة رح تلعب من خلال هذا الحاسب طبعا قراءات الـ SSD اللي كنت أشتكي منها مع حاسبات MSI السابقة تم حلها بشكل ممتاز جدا والقراءات جدا عالية وهذا الشيء بشر بالخير مستوى الحرارة خاص بهذا الحاسب من خلال منطقة المسند ما رح تواجه مشكلة مستوى الحرارة كان ملحوظ مع الضغط المكثب بكل التأكيد وخاصة مع درجات الحرارة الخاصة بالCPU وأيضا درجات الحرارة الخاصة بالجي بيو الصوت المروحة بكل تأكيد ضغطت على الحاسب بشكل مكثف ولعبت بشكل طويل جدا أو استخدمتها في مجال مثلا بث المحتوى بشكل متواصل جدا فالصوت المروحة رح يكون جدا جدا ملحوظ لكن بنفس الوقت غير موزيج أما فيما يخص بالصوت وير فمس اي قدمت برنامج ممتاز جدا تقدر تتحكم وتراقب درجات الحرارة وتسوي بعض التأديلات على الCPU ما عندك أي مشاكل أو تدخل عملية تنظيم RGB للوحة المفاتيح أو تتحكم بالحاسب المحمول من خلال التطبيق متوفر على الايو اس أو الاندرويد حاسب مميز جدا مرعب جدا من ناحية الأداء وما رح يخيب أملك طبعا الحاسب رح يقدم لك شاشة كنت أتمنى تكون اي بي اس للنسخة التي أمامي لكن التن رح يكون ممتاز للأشخاص اللي يعتمدون على السلاسة أو الحركات جدا سريعة في الألعاب الحاسب رح يقدم لك على أقل شاشة معتمة الحاسب رح يقدم لك المنافذ الأساسية اللي تحتاجها وبزيادة سماكة ووزن ملحوظ بكل تأكيد خيار سهل جدا في موضوع التحديث هذا الحاسب من ناحية الرامات والساعات التخزينية ما وجهت بها مشكلة هذا الحاسب يعني رهيب صراحا شوفكم أخير إن شاء الله مع ألب السلامة